اليوم مثل ما شايفين عم نرجع نشوف مع بعض قطبة المروحة يلي اشتغلناها من كام يوم لنشوف كيف فينا نعمل فيها شال مسلس في مشتركة معنا طلبت انه نفس القطبة بس بالعكس الشكل هيدا بس مسلس هيدا يلي انا فهمته من طلبة ان شاء الله كون فهمت مزبوط وان شاء الله اليوم نقدر ننفذ لطلبة اول شي رح نجيب خيطان نفس اللون ورح نشتغلوا نبلش فيه بس هوني حنبلش بالعكس يعني هيدا الشال بلشت من المسلس من تحت من صغير لسار كبير هلأ الشال بده ينشغل بالعكس من عند الاكتاف ونزول يعني بده يبلش عريض ويصير يصغر لانه القطبة لتصير تنقلب هيك بده تنشغل اول شي رح بعمل تمانية واربعين قطبة تسنسات صار معي تمانية واربعين قطبة عم بعتبر انه هيك اياسه نهائي للشال لانه اذا عملته على الاياس المزبوط كمتر ونص او مترين رح ياخد كتير وقت رح بعتبر انه هيدا اياس الاكتاف او الشال من فوق بعد ما بعمل السنسل بدي ارجع ارتفع اربع قطب سنسات رح اترك اول سنسال معي هون على اللي انا عاملتم بالبداية اه ونعد واحد اتنين تلاتة وعالربعة نعمل قطبة حشو وقطبة تاني كمان حده وقطبة تالتة برجع بعمل تلات قطب سنسال وكمان بعد تلاتة من تحت بتركن وبشتغل ع تلاتة قطبة تحشو اول سطر شوي بدي يعزب لانه ع سناسل عم نشتغل بعدين بيصير الشغل اهوان اذا الله راض بنا نضل نستمر تلاتة سنسال وثلاتة حشو ليخلص كل السطر يعني طبعا انتوا بتكونوا عاملين سناسل اكتر ياللي بديوا يطبق الشال بتعملوا اكتر ولا تعرفوا قدي اكتر بالنسبة للسنسال هيدا البداية اللي بدا تعمل شال طبعا هو طول الكم طول الدراع عمرتين يعني طول الدراع اليمين وطول الدراع الشمال زائد طول عرض الاكتاف يعني هتلاتة قياسات بنجمعهم مع بعض مثلا طول الكم بيجي 65 سنتي بتكون تقولوا 65 سنتي زائد اتنان زائد مثلا اذا اياس 40 يعني الاكتاف 40 زائد الاربعين بتكونوا اخدتوا كل العرض طبع الانساء يعني الشخص هو فارد ايديه واللي بدا اعرض بعد بتعرضوا اكتر يعني فيه بيحبوه اعرض ليلف على عجز مون الشال المهم بدنا نكفي ثلاثة سنسال وثلاثة حشو لنهاية السطر خلصت البقايا كلهم وختمت السطر بقطبة حشو بدي ارتفع ثلاثة قطة بسنسال وقبرم الشغل بدي هوني على اول وحدة اول انطرة هون اشتغل ستة عواميد لعمود ببرمي متل ما اشتغلنا هون تمام هيا هون ستة عواميد لعمود ببرمي هاي اول عمود هاي اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة اشتغلت اول وحدة هون في عنا ثلاثة قطة بحشو بنترك اول وحدة وبنشتغل بالتانية قطبة حشو بنرجع بنرتفع بعواميدة جداد ستة كمان هون وهون قطبة حشو لنهاية السطر كررت الطريقة عكل الاناطر هون لخلصوا كلهم بدي اختم السطر بقطبة حشو لما ببرم السطر هيك بدي امشي عاول عمود منزلقة وعالتاني عمود منزلقة عالتالت بعمل قطبة حشو بالبداية بعمل قطبة سنسال وبعدين بعمل تلات قطبة حشو حد بعض نرجع بنكمل عادي تلات قطبة سنسال ونيجي هون عند عواميد الوسط نعمل تلاتة حشو تلاتة سنسال وتلاتة حشو كمان لنوصل لنهاية السطر كررت نفس القطبة لنهاية السطر بس اخر حشو عملتن وقفت عندن ما كفت لانه ما بدي يعرض لشال بالعكس انا بدي يصير تناقص ليصير بشكل مسلس بدي ابرم السطر بعد ما بعمل قطبة سنسال لانه بدي اجي هون هيك امشي عاول وحدة من خلاص منها موجودة بيجي عالتاني بعمل منزلقة وبارتفع قطبة سنسال وبعمل مكانة حشو برجع بارتفع هون عمود لانه بدي اعمل داخل الفراغ ستة عواميد ببرمة هي اول واحد والتاني تلاتة كله عم بشتغل عواميد ببرمة اربعة خمسة ستة وعلى قطبة الحشو هون ثلاثة بالوسط بنعمل قطبة حشو بدي دل كرر ستة عواميد بالفراغ وقطبة حشو على قطبة الحشو هون بالنص لنهاية السطر كررت القطبة لنهاية السطر وصلت عند ثلاث قطبة الحشو وعملت القطبة الوسطانية بس هيك بتشوفوا على الاطراف انه اختصرنا يعني رح يبلش يطلع ورب بدي ارجع اعمل قطبة سنسال وقبرم السطر بقفي اول عمودان بمنزلقة برجع بعمل قطبة سنسال وحشو كمان بعد ما بخلص الحشو بعمل حدها اتنين انه نرجع نكرر اه تلات قطبة سنسال وقطب حشو على العواميد الوسطانية كمان ثلاثة لانه عم نكرر ان احنا القطبة هي عبارة عن سطرين عم نكررهم بس وصل لنهاية السطر عند قطبة الحشو بوقف شغل وبعمل قطبة سنسال لانه بدي ارجع برجوع مثل ما هوني عملت بفوت رأسا نبتاني قطبة بعمل منزلقة وبرتفع قطبة سنسال وبشتغل حشو مطرحة لانه بدي اعمل عواميد عا اول فراغ كمان بعمل ستة عواميد عمود ببرمي وقطبة حشو على الوسط لوصل لنهاية السطر خلصت السطر كله بنهاية وكمان بدي اعمل ع تلات قطب حشو هول اعمل بالوسط قطبة حشو مثل ما شايفين كنا مبلشين سبع اناطر او سبع مراوح بعدين صاروا ستة وبعدين صاروا خمسة يعني عم نعمل تناقص وبينزلوا هيك مسلس ما بلشنا وختمنا بقطبة الصدفة من شان نعرف النقص هون يلي بتستحكي متنقص وهي عم تشتغل قطبة الصدفة كتير ممتاز وكمان فينا نحنا بعد ما بيخلص الشال كله يلي عم نشتغله نشتغل محيطه كله يعني على كل الأضلع تعيته قطبة متل ما نحنا بدنا فينا نعمل له قطبة زخرفية ع كل أطرافه قبل ما نركب الشراشيب كمان هون بدنا نعمل قطبة سنسال ونبرم لسطر لأنه بدنا نمشي بمنزلقة على أول عمودين لنوصل للوسط لنضل عم نعمل تناقص نعمل قطبة حشو والتاني والتالتة ونرتفع بقطبة السنسال هلا بدنا نعمل هيك قطبة حشو والتلاتة سنسال لنهاية السطر وصرت لنهاية السطر هي نبلش بتلاتة حشو تلاتة سنسال تلاتة حشو تلاتة سنسال لأنتهيت هون بتلاتة حشو نعمل قطبة سنسال وبيدي قبرم بوصل على الوسطانية بعمل منزلقة برجع سنسال وحشو مطرح ما أنا لأنه بدي بلش أعمل عواميد تعيية المروحة يلي هنه ستة عواميد ببرمي وكمان بنكفي لنهاية السطر عواميد وقطبط حشو خلصت كل السطر ومتل ما بلشت بقطبط حشو رح بختم بقطبط حشو عهل قطب يلي هن برجع بارتفع قطبة سنسال وبيدي ابرم وهن صار دور قفل عمودين هول بقطبطين منزلقة برجع بعمل ثلاث قطب حشو تعيد بداية السطر وبرجع بكفي ثلاث قطب سنسال هيا بدي اقفي عمودين وثلاث حشو وثلاث سنسال لنهاية السطر خلصت السطر وبيدي ابرم الشغل بنعمل على الوسطانية هون هيك منزلقة بارتفع قطب سنسال وقطبط حشو مكاني عم كرر نفس الشي مثلي اللي تحت بس لخلصهم كل الاسطر وفرجيكم كيف بيصير مسلس هون عمود على الانطرة أو المروحة خلصت ووصلت للمراوحة ثلاثة ختمت السطر قطب حشو بنرتفع قطب سنسال ونبرم الشغل على فكرة قطبط المروحة هي عدة موديلات يعني عدة موديلات من هالقطبة بيسموها قطبط المروحة نرجع كمان بنعمل اختصار لتنين أو تناقص لعمودين بمنزلقة نرتفع قطبط سنسال ونعمل حشو محل ما نحن نرجع مثل ما عملنا طبعا بالسابق كمان اياه وطبطين حشو تانين لانه عم نكمل بس نحن لنوصل لنهاية الشال أو بنعتبره شال ثلاثة سنسال وثلاثة حشو بنوقف هون عند قطب الحشو بنرتفع قطبط سنسال لانه بدنا نبرم نفوت على الوسط بمنزلقة بارتفع قطبط سنسال بنعملها حشو نرجع بنعمل عواميد ونحن وصلنا لانطرتان هاي اول واحدة خلصت اتنين اشتغلت اول واحدة وقطبط حشو وتاني واحدة وقطبط حشو قطبط سنسال ونبرم اتنين منزلقة اول عمودين بنرتفع قطبط سنسال بنعمل ثلاثة قطب حشو بنرجع بنعمل ثلاثة قطب سنسال التاني انطرة بنعمل عليها ثلاثة حشو ونكون وصلنا لعمل انطرة وحدة نرتفع قطبط سنسال ونبرم الشغل على قطبط الحشو الوسط نفوت نسحب منزلقة نرتفع قطبط سنسال ونعمل عليها قطبط حشو نرجع بنعمل الستة عواميد للانطرة بس خلصها طبعا بعمل هون قطبط حشو على وسط الحشو فينا نشتغل حواليه اي قطبط متل ما قلتلكم قبل بتحبوها او بتشوفوا انه ممكن تزخرف الشغل ابسط شي نحن فينا نعمل اناطر حواليه كله او قطب حشو ممكن نرتفع ثلاث قطب سنسال ونبلش آه عهول نمشي بهالطريقة قدما نحن بدنا بنعمل مسافات يعني نحن مش محددين بمسافة محددة بس انه متل ما انتو بتحبو نحن نمشي بهالطريقة آآ لنوصل محل ما بلشنا يعني منكفي هيك لهون لنوصل لمحل ما بلشنا آآ بنسكر الاتنين عبعض او بنوصلهم ببعض وبنرجع بنبروم السطر وبنشتغل عليه قطب حشو بنرتفع آآ طبعا هنكون صرنا ببداية السطر بنعمل قطب سنسال وبنمشي عليهم كلهم بقطب حشو برجوع وبعدين بنعمل الشراشي بيطلع مقشبو شي موديله هاي متل ما شايفين ثلاثة او اربعة قطب حشو على السناس اللي اللي عملناه وني بيطلع شكلهم حلو بيطلع اناطر حواليه كمان ازا حبيتوا هالطريقة فيكون آآ تعاملوها حوالين الشال بتكن تتركوه متل ما هو بس تركبو شراشيب كمان آآ مش مشكلة اياوان هيك رح بيصير شكلهم كلهم حواليه بهالشكل هيدا حوالين الشال كلهم كمان ما بتكون هالطريقة آآ فيكوا تعملوا طريقة تانية ممكننا نشتغلها حوالين التياب او البلوز لما نخلصهم وهي انه نرتفع اربع قطع بسنسال ونعمل عمود ببرمتان بنفس المكان ما بنخلص العمود بنعمل عمود تاني كمان ببرمتان بنفس المكان وبس يصير يصير معي ثلاثة عواميد بسكرهم بقطبة واحدة بعمل قطبة سنسال وبعلقهم مثلا هون عقطبة الحشو كمان رأسا على عقب وان شاء الله تكونوا حبيتوها وتستفيدوا منها بنهاية لقاءنا بدي لكم موفقين ان شاء الله وبشكركم جزيل الشكر عكل تعليقاتكم وعدعمكم الدائم الالي وبدي لكم الله معكم